لديكم في كراءة سريانية مع أبونا دانيل الشمعون صاحب تتبقى المشورية المعاصرة سوف نقرأ اليوم سوية سورة الجاثية سوف أشارككم الصفحة حتى تستطيعوا متابعتها إن أردتم سورة الجاثية عادة آياتها 37 مع عادة الآية 14 هذا معنى اللي قررت هذا هو الأظهر هي رقم 65 45 بالسلسل العدي بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات لهم مؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دبة وما يبث وفي خلقكم وما يبث من دبة آيات لقوم يوكل واضح واختلاف الليل هنا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماع من الرزق فاحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله ندلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون خلص وي ويلون ويل آه شوف وي يون وي لكل أفاك كيف يعني وي لكل أفاك أثيم معقول هي كتبها هيك ويون أم هي تلاعب النص آآ أنا هشوفها هشوف أبونا آآ أفاك أثيم هشوف هذه الصورة حقيقة إزاي كتبت لأنه هاي بتكون سليمة إذا كانت كذلك فمعناته هاي سليمة فانت علي آآ 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 طيب هلآ خمسة أربعين سبعة خمسة أربعين آآ سبعة خمسة أربعين سبعة بس أشوق إنها هيك هو اللي علق هو هذا في الأمر اللي ما عجبه هلآ سبعة آآ الآية السابعة يا رب أيها آآ 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 هه أبونا نعم كتبت وي نو ويل آآ ويل أيها ويل لكل سعد ويل يعني هو كان لازم يقول وي لكل أفاك سريانيا واضح واضح وي أنا ما انتبهت وي لكل أفاك أثيم واضح يعني هي آآ آآ على كل لأنه في السرياني هي وي مش وي وي بس أيها الظاهر إنه عربي عندما بقتسة و حطوا هاي اللام عليها ويلون على وي كان في الإنجيل جات هيك ويلون لكم أيها نعم نعم ويلون لكم هي بالأرامي وي وي الخون ويل لكم آها وي الخون الخون يعني لكم لكم آها طبعا همهما طبعوا روحك في الإنجيل اعطيني آية مشانا وضعها ويل لكم ويل لكم في الإنجيل نعم ويل لكم أيها الكتب والفريسيين أيها كتب ويل لكم أيها الكتب تقدر تشوفي أمعلوم شبكي يا حالد ويل لكم أي نعم أي نعم أي نعم هاي حلوة جدا ويل لكم ويل لكم أيها الكتب انجيل متى سبع عشرين فصل ثلاثة وعشرين آية سبع عشرين جميل جميل أيها أيها جميل جميل ثلاثة وعشرين ها شوف وي الخون سابريو بريشي نسبي ببه أيها وي الخون وي الخون أيها أيها هاي حلوة جدا أيها وي الخون أيها خون وي الخون أيها هاي وضحط هاي وضحط بالضبط وي الخون دائما هاي موجودة وي الخون نحن بالحديث يعني السرياني الحديث الأشوري الحديث المعاصر نقول وي اللوخن على نستعمل معها وي اللوخن الويلو عليكم أيها الويلو عليكم دائما وي هي وي اللوخن ويل آه حلو جدا وي وي حلو جدا يعني هي دخلت باللغة العربية ويل أيها أيها لك هنقول الويلات الويلات أيها يعني أقول لك زهر العرب من البداية يعني أدخلوا عليها هاي اللام مقابل واي سوها ويل أيها 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 طيب طيب أبونا لو بدي أقول لك بالسرياني ويل بالعربي ويل كيف تترجمها وايا وايا آه واي هي مجزومة مجزومة مع الوايا الجذم مع الوايا هي وايا الطويلة هذه الصيغة الطويلة واي هي المجزومة لأن لما تجي مضاف إليه لأن واي الخون فتجدم هاي قواعد اللغة العرامية يعني واي نكتب وايا يعني وايا يعني ويل ويلون آه حلو جدا آه حلو جدا أيها يعني الويلاك هي وايا وايا صر وايا جمع وايا واحدة أيها ويلة وايا ويلات ويلات وايا وايا أيها أيها هاي هاي زبطت هاي زبطت هاي كيف فهمنا هاي كيف فهمنا يسمع يسمع وايات الله تطلع عليه ثم يسر 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 مستكبرا كأن لم يسمعها آه فبشره بعذاب أليم يسر يعني إصرار إصرار يسر علىها يعاند هل هي فهمت فعلا بهذا المعنى شوف هذا 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 ويسر هنا أنا هيك فماعد أنا كمان يسر أيوة يعني أنت بتسر أيوة أنت بتسر يعني يسر مستكبرا كأن لم يسمعها أيوة يسر مستكبرا أيوة تمام ثم يسر يسر هنا الإصرار التعقد في الذنب والتشدد فيه أيوة أيوة هذا المعنى والمعنى المتداول نعم أيوة وإذا علم من آياتنا شيئا تخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوه من دون الله أولئك لهم عذاب عظيم ما فيه شيء هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم رجس هنشفناها ما مش عايزين واضح أنا برجع لها بعدين الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلقهم تشكرون هنا هنا سخر هذه مشكلة مع أستاذنا يرى أنه أبقى أبقى لكم لا هو سخر هو يعني مش دائما طيب وصخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي كوما بما كانوا يكسبون يعني كيف قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي كوما بما ما فيها ما فيها مشكلة من عمل صالحا فلنفس ومن أساف عليها ثم إلى ربكم ترجعون ترجعون آية جميلة ولكن إذا ما ما نسقت إذا لم تنصر أيها فعليها أيها لاها ما فيش عليها هاي نسخ مش باين إنه عليها ومن أساف ومن أساف عليها إذا عليها تقول أساف عليها لأنه في آية أخرى تقول وإن أساتم فلها مش فعليها فلها لكن لن أحنا ما دخلنا إلا إذا بتقول أساء لها أم ساء عليها بالسرياني لأنه في آيات ويقول لها وعليها فشو سبب إنه إنه ابن الحلال جبنا أم ساء عليها لأنه في آية أجد ما دخلنا هي أنا أم ساء عليها لا لا لم لها حلو جدا هذا مهم لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضل الله على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلف إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على سريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها تتبع أهواء الذين لا يعلمون كيف يعني جعلناك على شريعة من الأمر هذه عبارة غريبة عجيبة هذه كيف يعني جعلناك على 18 إحنا نقولها كيف أنا ترجمتها بينو طابون مي سير أنشمان دي لوردو ما لاش معنى أنا ترجمتك ما هي ما هي لا ما عندي مشكلة ما عندي إمكانية أخرى أنا هشوف لقبونا كيف هم مترجموها هنا 55 إزاي هم فهمت 45 الجاثية 18 18 فهمت أبونا أيواء ثم جعلناك يا محمد بعد اختلاف هذه الكتاب مبعوثا على منهاج واضح من أمر الدين أيواء أمر الدين أن شرعناه لك والمن قبلك من السنة فاتبع شريعتك الحق على شريعة من الأمر بصراحة ما لهاش معنى أنت مش شايف أنه فيها مشكلة يقول صح على شريعة من الأمر أما يعني غير معروف غير معروف غير مفهومة إيه غير مفهومة هذه الآية ماذا يعني من الأمر أنا أحطها بالأحمر وأتحقق لي قال شريعة من الأمر لماذا جعلت هذا ليس عندنا نترك يمكن على حل من الأمر على شريعة هنا مكتوب أبونا مش ممكن حل هنا على شريعة من الأمر طيب نتركها إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لكوم يمكنون يعني ما عندنا مشاكل هنا فنحن نحن بسرعة لأنه ما مندور مشاكل إذا في مشكلة نبحث عنها أما حسب الذين اشترحوا السيئات اشترح شفت السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سأما يحكمون اشترح اشترح يعني اقترف اقترف نعم اشترح حلوة حلوة هاي حلوة اشترح 25 اشترح هم وفهمت أبونا هنا تفسير واحد قد يقول آه أبونا هنا اشترح مشكلة قد يقول أصل كلمة اقترف اقترف اه وفسرها مع جمع أرفاء القرآن معنا اقتفعلتم ويستعمل القرآن في الآية ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني طيب ما ما هنا هنا نشوف نشوف هنا طيب هنا اشترح هي تتحمل أبونا اكترف اشوف اشوف احترح اكترف لا اكترف صعب اكترف لا صعب صعب جدا اشترح اشترح طيب انا هشوف لك أبونا كم مرة جاءت فعل جرح اشترح اشترح جرح انه هي الفعل دال دال را جرح هنا جرحتم وما جرحتم بالنهار اما حزبة يعني هي جاءت اربع مرات ابونا اه هنا الجوارح والجروح لا شي هي وما جرحتم بالنهار اشترح اه 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 اعنا نشوف قرفة قرفة اذا اكترف قرفة دال قرفة اذا موجود قرفة اه قرفة هنا بجوز يعني اه اشوف وليرضوه وليقترفوه ما هم مقترفون اه اه يعني واموال اترفتموها اه ومن يقترف حسنا اه اه اظن هنا اشترح السيئات اه يقترفوه حسنا اقترف حسنا اه فهمت علي يعني ممكن 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 يكون يقترفوه حسنا كما في الآية كما في الآية هناك انا هتقرها كما في الآية يقترفوه اه اصل كيرا سعلكوا الآية حتى ما جرحتم منها اه 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 معنى فعلتم اه أسوة بالآية أسوة الآية ايوه ومن يقترف حسنا حسنا ايوه واقترف ابونا جاءت كمان خمس مرات وليقترفوه ما هم مقترفون يعني ابترفو ابترفو بس هاي ابترفو يعني هاي كوريات هاي مثل القاف وهاي مثل الفا طرف ايوه طرف ايوه يعني انا اعطيت هنا يعني اناصر يبين انه ممكن يكون طيب وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأيت من اتخذ اله هواه هنا هي معقوسة افرأيت من اتخذ هواه الهه لكن ليس مشكلة واضله الله على علم وختم على سماعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون 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 صح وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الضار وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون من هاي الآية ابونا جاءت فلسفة الدهريين اه علي الدهر الدهريين يعني تعرف القصة عارف القصة فهي ما يهلكون الا الدهر هنا 27 27 كيف فهمت يعني 27 هنا الدهر الزمن الطويل اه الزمن الطويل ايوه هذه الايات ها يرى عمر سنخاري ان هذه الآية ادانة للفلسفة اليونانية المادية وتسمى في الفلسفة الاسلامية الدهرية التي تنكر وجود الخالق وتعتبر ان القول مقوّن من طلاق عفوي للذرات اه 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 يعني اه 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 طيب اه 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 نموت ونحيا ايا كالنازم نحيا ونموت في آية اخرى ذكرت نحيا ونموت طيب اكل واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا آتوا بآياتنا ان كنتم الصادقين واضح قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم اذن يحصر المبتلون المبتلون هنا مشكلة ابونا المبتلون يعني اللي هنا فهمت ابونا المؤمنون بالباطل يتصورونه شيئا حقيقيا وهو مجرد وهم هكذا فهمت يعني يبطلون القيام الساعة والهادي ايوه ايوه هذا كله باطل كلام باطل ايوه يبطلوها ايوه ايوه المبتلون المبتلون طيب وطرى كل أمة جاثية شفت كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون هلا هو فهمها قضي ان استاذنا يقول عاتية متكبرة ظالمة لماذا لماذا جاذية اشوف في كراءة مختلفة جاذية ايوه ايوه طيب هل ايوه هل جثة تعني عتا تكبرة لامو هو من الكوفي اذا يقرأها عاتية كوفي شوف الكلمة تقف فيها مثل عين السريانية هو من ما اخذها طيب وترى كل أمة عاتية ايوه ايوه بسبب الكوفي بسبب الكوفي عاتية عاتية ايه انا هنا اكتب طيب هنا عاتية بسبب الكوفي بسبب الكوفي متكبرة طيب ابونا هل نرجع للسؤال هل جثة معنى تعتى بالسريانية لا 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 ما في ما في جثة اصلا ما في السرياني اه طيب عاتية عاتية ترى كل أمة جاء تدعى الى كتابها اه بس هو ربما كلامه اصح ابونا ايوه ربما اصح اه 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 تيجي كل أمة عاتية اه 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 ترى كل أمة عاتية كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون تعمل العتوم ايوه 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 ربما بهذا السبب بالفعل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اه نستنسخون يعني ننقل أعمالكم اه نسجل يعني نسجل نسجل تمام تمام وعلى أساس هذا الفهم بيقولوا ما في نسخ بالقرآن اه ايه ولانه هنا نسخ معناته نقلة مو معناته حدث ايه بس عندها معنى نفس المعنى ايه تمام تمام استنسخ نسخ اه هذا هو الكتاب اللي مكتوب به كل شي يعني هذا ايه 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 مثلا يقول ايضا كتاب صفر الرؤية وفتح كتاب أو السجل الكبير ومعرف ايش ايش وقرئ اه علي كله اه واضح ايه 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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تطلع عليكم يقال يقال لهم يعني هنا ألم تكن أفلم تكن فهمت علي كيف هنا يعني ناقصة فيقالوا لهم وما الذي قرر فيقالوا لهم أفلم تكن آياتي تطلع عليكم فاستقبرتم وكنتم قوما مجرمين هنا ما هي لهيك بجوز لسبب العاتية فاستقبرتم أيوة بجوز لهذا السبب أنا نشوف شو يقول طيب يعني كل إنه هي مفهومة يعتمي اللذين بس بشايف ليش جاثية وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريبة فيها قلتم ما ندر ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيكنين أنا مش متأكدين من الحقي يعني وبدأ وبدأ لهم سيئات ما عملوا يعني ظهر وبدأ ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لك يومكم هذا وما واكم النار وما لكم الناصرين ذلك بأن تخطوا آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون يستعتبون هنا فيما تبون يستعتبون يعني يرفع عنهم العتب يقبل منهم طلب رفع العتب آه ولا هم يستعتبون آيوه ولا يرفع عنهم آيوه 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 طيب آه غريبة هذه الصيغة طيب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب لا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين عالمين عالمين شوف هذه صيغة العالمين مو عالمين هي سريانية أيضا آه ما رد علمي دائما تجي بالصروات نحن دائما تنتني بالصروات اللي تلوها كان مارد علمي أو مارد كل رب الكل أو رب العالمين لأنه بالسرياني ما في مثنى أيوة 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 مارد أيوة أيوة فأر مليك أيوة علمي مارد بالألف مارد علمي مارد علمي علمي مارد علمي علمي لا بتجيك علمي لأنه السرياني علمي واحد علمي عوالمي ليس فيها مثنى أبونا ليس فيها هل السرياني القديم كان مثنى قبل القديم يقال أنه قبل 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 كان فيه مثنى بس ما مذكور فيه أي كتاب قديم ما مذكور فقط باقية كلمتين ملكتين ملكين ملكة ملك ملكة كثير ملكين بس ما تستخدم بالعبري موجود المثنى للأشياء المزدوجة لا ما في مثل العينين والخدين عينة عينة دائما هي جمع عينة أقلة رغلة كلها أيوة وأيضا شوف هاي بيت نهرين يعني وادي الرافدين بيت نهرين هذه بس باقية نهرين اثنين نهرين نهر واحد نهرين اثنين ونهرين ونهر كثير آه آه حلو جدا إلا نادرا إلا نادرا إلا نادرا إلا نادرا إيه وله القبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انتهت آه حلوة جميلة جدا آه أتوقف هنا أبونا لأنه عندك أنت حفايدك حفايدك أيوة أيوة يعني أنا أغي أقفل أقفل المشاركة أقفل المشاركة الصفحة وأشكرك أبونا على على صبرك على صبرك الجاثية واحد سبعة وثلاثين حلو كامل يعني اليوم عملنا صورتين هلوين جدا هلو جيد جدا أشكر المشاهدين اكتبوا لنا ملاحظاتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تتصلكم الأشريطة القادمة سوف نلتقي لكم في حلقة قادمة عن صورة الأحقاف ليلة سعيدة فرشة بريخة أبونا فرشة بريخة ليلة سعيدة لليا هنيئة قرسي أبونا مع السلامة مع السلامة أشتركوا في القناة